مكتب رئيس مجلس الوزراء مكتب رئيس مجلس الوزراء والمرسوم رقم 22 لسنة 2016 بإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم وجاء بالمرسوم أنه ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء ويتبعه أولا مدير عام السياسات والتنسيق ثاليا إدارة الشؤون القانونية ثالثا إدارة الرقابة الداخلية المركزية رابعا الوكيل المساعد للموارد والخدمات وتتبعه إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد المالية إدارة الخدمات ونظم المعلومات خامسا الوكيل المساعد للإعلام والتواصل وتتبعه إدارة الإعلام إدارة التواصل سادسا وكيل البحوث والمشاريع ويتبعه الوكيل المساعد للبحوث والدراسات وتتبعه إدارة البحوث إدارة الدراسات إدارة السياسات الوكيل المساعد للمشاريع وتتبعه إدارة العمليات وأربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي وتتبعه إدارة تطوير الكوادر الحكومية إدارة جودة الخدمة الحكومية إدارة التقييم والتحليل إدارة التنسيق والمتابعة